في مجموعة 97 مين؟ رمضان يعني هم وليت 97 فعلا؟ اه اه هيفضل 97 أنا مش فعل رمضان انا عارف اللي انت قصدك عليه عشان كان طلعا اشياء هو فيه احنا الفريق اول خالص يعني مويل 97 97 87 57 يعني رب تم تتكلم بطريقة بس يعني لحنقول ايه المؤمن في الوقت بصيت لقيت نيدفد رمضان صبحي ناصر مهر حمد هاني اصغر منهم اكبر منهم بسنة. الوحيد اللي لقيته فعلا جبتهم بقى التيتش هدي اللي اجبهم لك يتمرنوا معاك. وكانت فترة منتخب قلت له هاتهم. اول واحد لقيته بتمرن كأنه مسلا بقاله سنتين بتمرن مع الفريل اول رمضان صبح. فجاري بيجرف قدام عن شخصية. انا اول انطباع حسيت انه هو شخصية من الاهلي. اه. يعني اعادات لما بتصعد ناس من تحقيق خايفين شوية. اه لقيته بيجري في الاول وعادي خلص. وفي التقسيمات بيدي بالكتف زي دلوقتي كده بالزبط وقوي ووقف عم يجلو ما شاء الله. فشوية وهلعبه. يوم جاي له ايه منتخب. يخش عندي يا كابتن اصل جيه استدعاء منتخب فاحنا مش هنيجي بكرة. هو وكريم. هم هم التقم ده اه. فالمهم روح يا ابني المنتخب. ماشي. شوية ويرجع اوب. لغاية ما استطبقى مرة روحت مدخل ومطش المحلة. اه. ولعبت. بدأت بيه. جبتوا ليلة المباراة. قلت له انا عايزك تلعب زي ما كنت بتلعب في مديد نصر مع فرقيتك في السبع سين. يمسك كرة. تيك 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 تيك. وبتاعه ويطلع ويروح مطلحها الواحد بالعرض. العملية الدنيا سهلة جدا ما. شايف المطشط دي انا عايزك تلعب زيها كده. ولا يهمك. احنا بنلعب دور مجموعتين. والموضوع يعني واللعبة كبيرة جمعاك في الملعب هتساعدك وبتاعه. بس. والمهم فعلا يوميا بس كان في الديها حوالي حاجة وعشرين. جمعة طرد. وطريت طبعا اعمل تغيير عشان اقفل وراء. لان طبعا طرد مني مساك. فلازم اعوض بحطة ايه. بحطة مساك مكانه عشان احافظ على الرباع اللي وراء. فطلع مين طبعا. روحت ايه قلت اطلع رمضان لسه بادئ واول مرة يلعب وبتاعه وكده. روحت مطلعه بعد بس انك. وهو طلع انا قلت له انا مش مطلعك عشان انا طلعتك عشان انت. هايل جدا بس المشكلة ان احنا بنلعب نقص عادة دي. وعايز لعيبة تكون عندها خبرة تقدر تقف على الكورة بقى وتقدر ايه. تهندل الموضوع لغاية ما نمشي. بالمباراية. بس لكن بعد كده استمر ومشي كويس جدا. ورمضان من الناس اللي عايز اقول رمضان انا هتنبأ له. هيبقى كابتن كويس كمان. عنده شخصية. عنده شخصية. ومكنتش خايف خاصة على المنتخب الأوليمبي في البطولة لان انا عارف ان هو بيتوصل مع العيبة كويس. بيعرف يتكلم مع العيبة بشكل كويس جدا. كمان زاكي جدا. بيدق بنفسه. عنده مميزات كبيرة. عنده مميزات كتيرة ويقدر ان شاء الله لو فضل ماشي بالريتم ده انا شايف ان هو لازم يرجع تاني ويلعب في البريمير ليج تاني. كان عمل تجربة في ستوك سيتي وعمل تجربة في في هرسفيلد. فاتمنى ان شاء الله ان هو يمشي بمعدلك كويس ان شاء الله. تمام. كابتن يوسف برضو الفترة دي او كان معاك مجموء ما كنت بودين في شكرا